هل أنت متأكد سطرق أنه مفيش ضمن هؤلاء الشباب الشباب متطرف الشباب ينتمي لجماعة الإخوان مثلا بعتقد لا لأنه معظم الأهالي اللي تواصلوا معايا بعتوا لي كتير من صور الشباب دوله هم موجودين في الميادين في 30 يونيو موجودين في بعضهم كان يعني أثناء انتخابات الرئيس السيسي يعني كان بيشارك في الانتخابات يعني في صور كتير متعلقة بأحداث سياسية حصلت بتؤكد عدم انتماءهم لتنظمات إرهابية لكن زي ما قلت لحضرتك أنا بتعامل مع هذه القضية باعتبار أنني حامل أمانة أنا بحمل هذه الأمانة بقدمها لي ولاة الأمر هم يبحثوها ويقدروا أنهم يأخذوا القرار المناسب فيها لأن بشكل عام لجنة العفو الرئاسي لن تستطيع أن تبحث هذه القضية باعتبار أنها منظورة أمام القضاء وبالتالي هي خارج دائرة نظر لجنة العفو الرئاسي والأمر متروك لجنة العفو الرئاسي ترجمة نانسي قنقر